إن مجموعتنا وفاء القابضة ظلت وما تزال تؤكد دورها في تنوية البلاد من خلال ضمان تموين السوق الوطني بانتظام استيرادا وإنتاجا ومن خلال العمل على تحديث وعصرنة القطاع التجاري والصناعي فضلا عن توفير فرص العمل وتحسين موالد الدولة والمساهمة في المجهود المجهود الاجتماعي بشكل عام أصحاب المعالي أيها الحضور إنكم اليوم بتدشينكم لهذه المشاعة الصناعية لتباشرون انطلاق مشروع هام ينسجم ويتناقم بشكل تام مع برنامج الإقلاع الاقتصادي الذي يدخل في مقدمة تعهدات فقامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني إن هذه المشاعة الصناعية تتألف من ثلاثة خطوط انتاج للمعجونات الغذائية بمختلف موادها وأصنافها مع إمكانية توسيعتها بخطوط انتاج أخرى مراعاة للمقاييس الجودة العالمية وانسجاما مع سياسة الدولة الهاتفة إلى تشجيع التصدير والانفتاح على الأسباق الإقليمية تبلغ طاقة الانتاج اليومي الحالي للمشاة أكثر من 100 طن مع طاقة التخزين للمواد الأولية تبلغ أكثر من 1200 طن كما توفر المشاة 200 فرصة عمل دائما و150 فرصة عمل موسمية وبتعطير فني خارج لضمان نقل الخبرة وتكوين الفنيين العاملين المحليين للعمار المحليين تبلغ بلغ الاستثمار الإجمالي للمشاة أكثر من 6 مليارات وقياة قديمة بتمويل ذاتي من المجموعة وكانت الثقة التي تحضر بها المجموعة لدى الموردين وفي الأوساط المالية عاملا أساسيا في دفع المشروع إلى الأمام حتى رأى النور وأنتهز هذه الفرصة لشكري هؤلاء وأولئك وخاصة شريكة بيلر أصحاب المعالد وزراء أستاذ الحضور الكرام إن الظروف الصحية العالمية وتذهيراتها الاقتصادية تحتم علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أكثر من أي وقت مضى كمستدبئين أن نتوجيها جميعا إلى وضعفة الإنتاج مع الاكتفاء التي إن بلادنا ولله الحمد ترعام بالأمن والاستقرار وتتوفر على فرص اهتمالية كثيرة في كافة المشاهدات ترجمة نانسي قنقر